أبناء طالبات وطالبات الفرقة الأولى شعب اللغة والترجمة أهلا بكم في المراجعة النهائية لمادة مدخل إلى الشهر الانتورادكشن توبو تري ليحة جديدة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الفين اتنين وعشرين الفين تلاتة وعشرين يلا نبدأ المراجعة بتاعتنا الأول حاجة عندنا هنتكلم عنها في المراجعة بتاعتنا الكورس ماتيريال المادة العلمية اللي أنا بذاكر منها موجودة عندك في مصدرين أول حاجة الستيودنس بوك اللي انت مستلموا من الأكاديمية تاني حاجة في بعض الدروس التكميلية اللي مش موجودة في الكتاب ده فدي بتلاقيها على اليوتيوب في تشانل انجليش ليترتشور فور أرب لورنرز في البلايليست اللي هي قائمة التشغيل اللي بعنوان رينيسانس بوتري شعر عصر النهضة يبقى اسمها قائمة التشغيل رينيسانس بوتري والقناة اليوتيوب نفسها اسمها انجليش ليترتشور فور أرب لورنرز دي هيكون عليها فيديوهات تكميلية مش موجودة في الكتاب بتاعك وحاجات طبعا مقررة عليك يعني هتساعدك في فهم المنهج بتاعك ايه هو الكورس بتاعنا اللي احنا درسناها نستعرض مع بعض الكورس سريعا اول حاجة اخدنا تطور الشعر في الأدب الانجليزي ودي محضرة على اليوتيوب بنفس العنوان على قناة انجليش ليترتشور فور أرب لورنرز ودي بتتكلم عن الثلاث عصور بتوع التاريخ الأوروبي العصر الكلاسيكي اللي هو قبل ميلاد السيد المسيح اسمه The Classical Age اللي هو BCE يعني Before the Common Era قبل الميلاد وفي العصر ده ما كانش فيه انجليش ليترتشور كان فيه Greek and Roman Literature كان فيه أدب يوناني وروماني وقلنا أسماء أهم الشعراء في اليونان كان هومر مؤلف The Great Epic أعظم ملحمة في التاريخ The Eliad and Odyssey وعندنا في رجيل شعر أخر روماني ده بالنسبة للعصر الفلاسيكي أما بالنسبة لل Middle Ages العصور الوسطى فدي كانت منقسمة في بريطانيا لاستعمار الأنجلو ساكسون والأنجلو نورمانز الأنجلو ساكسونز كانت ناس جاية من ألمانيا جاء تحتلت بريطانيا وكانوا جايبين معهم قصيدة جاهزة هم مقلفينها معاهم اسمها بيهولف ودي برضو كانت war epic يعني ملحمة حربية وبعد كده بدأ حد إنجليزي هو كان راعي غنم في دير اسمه كيدمون شايف أو سمع صوت وحية ليلة الاحتفال بالراس السنة بيطلب منه المشاركة في الاحتفال وقال له قصيدة معينة راح قالها لرجال الدين في الكنيسة واتدونت بعنوان the song of creation أغنية الخلق ودي تعتبر أول قصيدة في الأدب الإنجليزي ولكن كيدمون ما هواش professional author ما هواش شعر محترف قلنا دي قصيدة بتعتبر وحي إلهي بعد كده في الميدل ايجز برضو في عصر الأنجلو نورمانز المحتل النورماندي اللي هو من فرنسا بدأنا نلاقي ناس كتير بتكتب شعر لو هو راهب أو رجل دين هتلاقي بيكتب شعر ديني لو حد عادي هتلاقي بيكتب شعر مثلا الجي رثاء أو adventure حاجات مغامرة والكلام ده بعد كده جينا للأيج أوفرنسانس اللي هو عصر النهضة اللي هو بدأ بعد نهاية الميدل ايجز يعني بدأ من القرن الستاشر في انجلترا وده اللي هو كان معظمه بتحكمه الملكة اليدابيس الأولى ده كان برضو محاضرة على اليوتيوب بنفس العنوان ده وده كان أكتر عصر ذهبي للدراما الإنجليزية والشعر الإنجليزي المحاضرة موجودة عندنا على اليوتيوب بعد كده بدأنا ناخد الحاجات بقى اللي هي خاصة بالبلاغة بتاعة الشعر نفسه أخدنا محاضرة مهمة جدا اسمها introduction to poetry figures of speech المحاضرة دي موجودة عندنا في مصدرين موجودة في الكتاب اللي انت استلمته وموجودة برضو على اليوتيوب بالشرح بتاعها دي بقى اللي فيها كل أنواع السور البيانية اللي انت بتقابلها في الشعر زي مثلا ال personification التشخيص زي سيملي التشبيه زي المتافور الاستعارة زي المبالغة زي المفارقة 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 الساخرة وفي كمان الحاجات اللي هي الموسيقية زي الجنسة الاستهلالي اللي هما كلمتين بدئين بأصوات متشابهة وهكذا المحاضرة دي موجودة عندنا على اليوتيوب بشرحها وموجودة عندنا بالكتاب بالتفصيل في محاضرة كمان على اليوتيوب اسمها الميتر اوف بوتري المحاضرة المرسومة عليها الضفدع ده ازاي بتعمل سكان يعني ازاي بتقيس الطول بتاع بيت الشعر واللي ما كانش حاضر المحاضرة دي يشوفها هي ببساطة بنقيس عدد المقاطع اللي موجودة داخل بيت الشعر المقطع بعرفه انه بيبقى موجود فيه حرف فاول حرف متحرك اي 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 او يو وبيكون منطوق طبعا مش سايلانت بعد المقاطع في الكلمة وبقسم العدد اللي بيطلع لي على اتنين بيديني عدد التفعيلات في البيت تفعيلة يعني فوت وبشوف عدد التفعيلات دول وبشوف عددهم من الجدول بتاع التفعيلات اللي موجود في المحاضرة لو عندي البيت هيديني تفعيلة واحدة هيبقى مونو ميتر لو هيديني تفعيلتين هيبقى داي ميتر لو هيديني تلات تفعيلات هيبقى تراي ميتر لو هيديني اربعة تفعيلات هيبقى تترا ميتر لو هيديني خمس تفعيلات هيبقى بنتا ميتر لو هيديني ستة تفعيلات هيبقى هيكسا ميتر لو سبعة تفعيلات هيبقى سبتا ميتر بعد كده في الاسترس والانسترس ان انواع البيت ممكن تكون ايامبك او تروكي الايامبك ان الكلمة الاولى ضعيفة والكلمة التانية قوية الكلمة الضعيفة قلناها في المحاضرة زي الارتكيلز اللي هو ذا وآ وآن وحروف الجر كلها والضمائر والحاجات اللي احنا قلناها في المحاضرة ويريد بس تشوف القناة كويس بعد كده بدأنا في الجانرز اللي هي الانواع بتاعة القصايد كلمة جانرز معناها الانواع بتاعة القصايد الانواع بتاعة القصايد اول جانرز عندنا في المنهج كان الفوق بلد الفوق بلد اللي هو الموال الشعبي الموال الشعبي ايه هو الموال الشعبي اللي هو اغاني شعبية اللي فيها ناس illiterate يعني اميين غير متعلمين فعشان كده هيبقى فيها مني language mistakes القصايد دي pass from one generation to another by words of mouth يعني بتنتقل من جيل لجيل بالبؤ كده مش مكتوبة او مش مدونة في كتب ولذلك the author is anonymous المؤلف الاصلي بتاع القصائد دي بيبقى مجهول بالنسبة لنا ولها بعض الخصائص في طريقة كتابتها زي انها بتبقى very simple language وبتبقى فيها repetition تكرار وبتبقى mainly written in quatrines اللي هي ربعيات اربع ابيات اربع ابيات اربع ابيات والفوق بلد اللي احنا درسناه كان ادوارد ادوارد اللي هو الولد اللي قتل بابا عشان يرضي مامته وبعد ما قتل بابا حس بي الندم بعدها وقرر انه يسيب القصور بتاعته وقرر انه يسيب الدنيا ويمشي خالص عشان يعقب نفسه على اللي عمله بعد كده دخلنا في ان احنا بنتعرف على ال 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 بنتعرف على بعض المفردات اللي بتيجي دايما في القصائد اللي اتكتبت في اواخر ال وبدأ يتعصر النهضة دي لها فيديو لوحدها على اليوتيوب ودي مش موجودة في الكتاب لانها اصلا حاجة يعني زيادة عليك بس انت زي ما شوخنا في المنهج بتاعنا ان كل الكلمات اللي احنا اخدناها في الفيديو انت قبلتها بعد كده في الكصائد اللي احنا اخدناها في بعض وطبعا وطبعا يعني اما اتجي لك ابيات من قصائد اللي احنا اخدناها بتحتوي على الكلمات دي فانت لازم تكون شايف الفيديو عشان خاطر تعرف معاني الكلمات واشهر الكلمات الولد انجلش عندنا مثلا كلمات افري شون اللي هي افري وان وسويتش سويتش اللي هي ساتش ساتش وهوزو اللي هو هو افر ومثلا ايك اللي هي اولسو دي اشهر الكلمات الولد انجلش لات ماد الانجلش برو نعون البرونون ده اهم فيديو فيهم على الاطلاق لان ده اللي احنا يعني هنفضل شغالين عليه لاربع سنين فده لازم نشوف اجباري ده برضو اللي هو بقى تلك وذلك اللي هم بمعنى this وذات واللي هو ذاي اللي هو يور وضاي اللي هي يور والفرق بينهم وذي انت لما بتكون انت مفعول به وذا ويو لما بتكون يو فاعل في بعد كده اللي middle english verbs اللي هي الافعال في الكرون الوسطى وبنلاقي كده في الحاجات الold english بيبقى الفعل ساعات اخره th ساعات اخره est st فده بيعرفنا التصريفات دي وإيه الفرق بينها وإمتى دي بنستخدمها ودي بنستخدمها ده برضو انا طبعا مش هسألك سؤال في الجرامر ولكن انت لما يعدي عليك بيت في قصيدة وتقاب الفعل زي ده تبقى انت فاهم دقي لكن اللي هسألك في البروناون ومعاني الكلمات عشان أطلب منك ترجمة لمعاني كلمات Old English و Pronouns Old English لكن ان شاء الله صرف فعل بعد كده أخدنا أهم شاعر وأول شاعر مهم في تاريخ الأدب الإنجليزي على الإطلاق اللي هو The Father of English Literature جوفريت شوسر جوفريت شوسر موجود عنه ماتيريال في كتابك اللي انت مستلمه موجود عنه كمان عن اليوتيوب والمعلومتين بيكملوا بعض مش بديل لبعض عشان الكلام اللي موجود في الكتاب مختلف عن الكلام اللي موجود في اليوتيوب فانت هتكملهم اللي اتنين ببعض جوفريت شوسر أهم شاعر جه في نهاية العصور الوسطى كان من أول الشعراء اللي احترموا اللغة الإنجليزية وقرروا يكتبوا باللغة الإنجليزية لأن قلنا في العصر بتاعه كان في لغتين تانين هما المهمين اللغة الفرنسية اللي هي لغة المحتلة الفرنسي اللي هو الأنجلو نورمانز واللغة اللاتينية اللي هي لغة الإنجليز بايبل بعد البيبل اللي هو الإنجيل يعني ما كانش ساعدتها فيه ترجمة منه اللغة الإنجليزية النوع الشعر اللي كان بيكتبه تشوصر كان فريم ناراتف اللي هو الإطار الروائي اللي هو قصة جوه قصة وأشهر قصيدة هو كتبها على الإطلاق ده كانتر بيري تيلز حكات مدينة كانتر بيري اللي بتحكي إزاي الحجاج المسيحيين بيتقابلوا كل ربيع فيه عدة فنادق أو لقندات على طريق السفر إلى مدينة كانتر بيري عشان يزوروا الضريح بتاع قديس مهم جدا بالنسبة لهم القديس سان توماس باكت اللي مدفون في كانتر بيري فده كانتشوصر موجود في لوقندس مهل تابرد إن لصحبها هاري بيلي ودخل عليه مجموعة من الحجاج هيستعدوا للصفر تاني يوم فهو راح وطلع معاهم وصاحب الفندق اقترح إن كل حاج يحكي قصتين وهو وهم رايحين في الطريق وقصتين تامنين وهم راجعين في الطريق وصاحب أحلى قصة صاحب الفندق هيدديله عشا مجاني لما يرجع من الرحلة ويكون هو الليدر بتاع الرحلة توسر بعد ما رجع من رحلة الحج بدأ يكتب القصص بتاعة الحجاج دول وقبل ما يبدأ في كتابة القصص عمل لنا حاجة اسمها جنرال بيرولوج اللي هي المقدمة العامة اللي بيعرفنا فيها شخصية كل حاج ولبسه ومنصبه الاجتماعي وكان مين معاه وحالته المادية الجنرال أو النوع الأدبي اللي احنا خدناها بعد الفريم ناراتيب وبعد البلد كان حاجة اسمها الليريك الليريك اللي هي القصيدة الغنائية القصيدة الغنائية هي بتتميز بأنها يعني اموشنال فيها مشاعر سبجيكتف مشاعر ذاتية خاصة بالمؤلف بتاعها وإنها ميوزيكال بتكون فيها موسيقى زي مثلا الرايم سكيم القافية زي الجناس وهكذا التو ايزامبلز اللي احنا خدناها على الليريك كان انا ابيل للشاعر سير توماس ويت اللي هو توصل كان سير توماس ويت في مهمة دبلوماسية رجع من السفر عرف إن حبيبته وأن بولين هتتجوز الملك هنري الثامن فبيعمل لها توصل أو رجاء إنها تنفي الإشاعات اللي هو سمعها بصدد الموضوع ده وإنها تقوله لأ مش حقيقي في القصيدة في القصيدة التانية لسير توماس نيشا القصيدة اسمها في وقت الوباء أو الطعون الشاعر بيتكلم عن حالة الهلع والفزع اللي منتشرة بين الناس بسبب انتشار البلايج دس اللي هو الموت الأسود أو البلايج الوباء اللي هو مرض جلدي بيصيب الناس بيقعد في خلال أيام والشخص بيموت وكانت الناس بتموت بأعداد رهيبة الشاعر بيتكلم عن الموت بصفة عامة وبيتكلم ان ما فيش حاجة هتنجي الانسان من الموت ولا الجمال ولا الصحة ولا المنسب ولا الفلوس ولا حتى المهارة والموهبة في كتابة الشاعر فبيد نصيحة أخيرة للناس انه كله يتجه إلى الله ويستعد ليه لقاء ربنا بعد كده الأهم جانرة عندنا في المنهج اللي هو الصونت الصونت كلمة صونت كلمة إيطالية معناها الأغنية وده مش أي نوع من الأغنية دي أغنية طولها 14 بيت أغنية طولها 14 بيت وده كان تم تألفها أساسا في إيطاليا وبعد كده جيه شاعر إيطالي طور الموضوع وعمله قفية مظبوطة الشاعر ده اسمه بيترارك وكان بيترارك بيقسم القصيدة الأكتاف وسستات الأكتاف اللي هو 8 أبيات السستات اللي هم 6 أبيات جيه بعد كده فيه اتنين شعراء إنجليس كانوا دايما بيسافروا إلى إيطاليا في مهام دبلوماسية الشاعر إيدموند سبنسر اللي بيسأل صديقته هل تسمحيلي أشبهك بيوم من أيام الصيف وهنا الصيف في القصيدة دي كان رمز لي الجمال وحاجة ظاهرة ندرة وبعد كده رجع في رأيه وحس إن مش هينفع يشبه حبيبته بحاجة فيها جو لأن الجو ممكن يقلب في لحظة ممكن في يوم يكون حر زيادة عن اللزوم أو فيه رياح وعواصف مش كويسة فقال إن أحسن هدية هيقدمها هو تخليط ذكر حبيبته من خلال الأشعار بتاعته وده بينقل لنا السيم السيم اللي ها الموضوع بتاع اعتقاد الشعراء اللي ده بيذن بي الامورتاليتي أوف آردس إن الفن بيقدر يخلق الخلود في بعد كده عندنا سير توماس وايت هوزو لستة وهانت اللي هو بيقول للناس لو حد بيرغب لستة ده قول دي إيجلش بمعنى يرغب لو حد بيرغب إنه يصطاد غزالة أنا برشح لكو أنبولين الغزالة اللي كنت بجري وراها أنا وكتير من العرسان ولكن أنا أرهقت خلاص ومش هقدر أوصل لها والغزالة دي محدش هيقدر يقرب منها عشان مكتوب على رقابتها بحروف من الماسة إنها طبع لي سيزر وسيزر هنا اللي هو القيصر اللي هو ألوجان ألوجان يعني كناية عن الملك هنري الثامن اللي هو ملك إنجلترا اللي هيتجوز آن بولين أخذنا كمان إدموند سبينسر وان دي ايروت هير نام إدموند سبينسر كان بيحب إليزابيس بويل وعمل لها كتاب كامل كله صونيتس اسمه أمورتي وفي القصيدة دي هو بيقول إنه كان في مرة راح على شاطئ البحر وحاول إنه يكتب اسمها على الرمال في الشاطئ فطبعا كل مرة بتيجي الأمواج بتمحي هذا الاسم فحبيبته طلعت له ما نعرفش منين وقالت له إن أنت يعني غابي وأحمق وإزاي عايز تخلد شيء غير خالد لأنها هي جسمها هيموت فإزاي هو عايز يخلد اسمها فهو قال لها ما تقوليش كده والأشياء الدنيئة بس هي اللي بتموت لكن أنت هتعيش خالدة من خلال الأشعار بتاعتي فده تاني شعر وعانا في المنهج بيتكلم عن الإمورتاليتي أوف آرت اللي هو خلود الفن الفوقتك جانرا اللي خدناه بعد كده اللي هو الباسترول الباسترول اللي هو الشعر الريفي أو الرعوي اللي بتكلم عن الريف بصفة عامة مش لازم يكون بشكل مثالي ممكن أكون بتكلم بشكل وقعي أو حتى شكل سلبي القصيدة اللي احنا أخدناها عن الريف كانت قصيدة كريستوفر مارلو The Passion Shepard to His Love الحبيب العاشق إلى حبيبته كريستوفر مارلو حد من المدينة واحد من اليونيفورستي ويتس خريجين الجامعة ولكن في القصيدة دي تخيل نفسه أنه هو راعي عايش في الريف وبيدعو حبيبته أنها تيجي تعيش معاه في الريف وأنه هو هيقدم لها كل المطع المختلفة الورود والمرجان والكهرمان والشبشب اللي أبزيم دهب والحاجات الصوف والورد والكلام ده كله يعني هو قدم لنا الريف أنها حياة يوتوبيا حياة مثالية حياة فيها مدينة فاضلة لكن كان فيه مبالغة شوية في الوصف بتاعه لأن طبعا الريف فيه يعني صعوبات كتير وأكيد يعني الناس في الريف مش بتلبس شباشب من دهب فكان الكلمات بتاعته فيها جزء غير موفق وبتدل على أنه هو رجل مدينة مش رجل ريف وأنه هو متأثر بالصناعة وجو المدن وكده فيه بعد كده الجامرة اللي درسناه بعد كده بعد الباسترول أخذنا البلانك فيرس البلانك فيرس اللي هو الشعر غير المقفي يعني مفيش في أخره قفية ولازم لازم يكون الطول بتاعه يعني طول البيت خماسي يبقى أطول الأبيات هتكون منتظمة كلها 20 متر خماسية التفعيلة ولكن مفيش فيها قفية وقلنا الأنواع دي من الأشعار بتناسب حكتين بتناسب لما بتكون بترجم أشعار من لغة إلى أخرى لأن انت مش هتعرف تطلع نفس القفية في اللغة المقابلة وبتناسب الدراماتيك فيرس اللي هو الدراما أو المسرحيات اللي فيها ديالوج بالشعر المثال اللي أخذناه جزء من قصيدة أو مشهد من مصرحية ريتشارد زي ساكند الوليام شيكسبر اللي هو مشهد الزنزانة قبل ما ريتشارد يموت اللي كان قاعد في الزنزانة بتاعته على الأرض بيشتكل اللي حواليه أن بولنج بروك صدر كل ممتلكاته وأخذ منه ملكه وأخذ كل حاجة وأنه هو دايماً لاحظ أن الملوك بيموته معوتات وحشة يا إما مسموم يا إما مقتول في حرب يا إما مطارد بأشباح الناس اللي هو عزلها أو عمل انقلاب عليها يعني دايماً الموتات بتاعتهم مش طبيعية ومش كويسة وأن بمجرد ما الملك بيجي يحط تاج الملك على دماغه بيجي الموت على طول يسكن فيه التاج ده وبيبقى قاعد منتظر أن هو يقضي عليه في أي وقت وفي القصيدة كانت يعني قصيدة حزينة قوي بيقول لصحابه ما تظهروا ليش علامات الاحترام وتبقوا قاعدين قدامي رفعين القبعات بتاعتكم عشان خلاص أنا دلوقتي واحد قاعد على الأرض باكل عيش ناشف ضقت طعم الحوجة حتى معيش ورقة وقلم أكتب بيهم فالأرض هي الورقة بتاعتي والدموع هي الحبر بتاعي ده طبعاً كانت استعراض سريع جداً 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 للمنهج بتاعنا لكن أكيد الشرح السريع أو اللي إحنا قلناه ده ما يغنيش عن إن إحنا لازم نذاكر كويس جداً وفيه وإحنا بنذاكر لازم نركز على الفيجرز وفي سبيتش اللي في كل قصيدة نظام الامتحان بتاعنا إيه؟ نظام الامتحان بابل شيت وهنفهم دلوقتي إيه هو البابل شيت البابل شيت دايماً بيكون بيحتوي على ثلاث أنواع أسئلة أسئلة توصيل وأسئلة صح وغلط وأسئلة multiple choice questions اللي هي أسئلة اختيار من متعدد إحنا الامتحان بتاعنا كله إن شاء الله هيكون multiple choice questions يعني أسئلة اختيار من متعدد هيكون عندك 80 سؤال موزعة على two modules طبعاً مش محتاجين إن إحنا نأكد إن الامتحان بتاعك هيكون مختلف عن امتحان زميلك عشان يعني كل واحد يركز في اللي هو فيه ده شكل ورقة الامتحان اللي أنت هتستلمها هنا طبعاً في الأول بيبقى مكتوب رقم المجيول بتاعك أنت معاك مجيول one نموذج الأول ولا مجيول two لو مجيول two بيبقى لونه orange فكل واحد يعني هتاخد ورقة زي دي بس ممكن اللون يختلف على حسب المجيول بتاعك الصف الأول MCQ اللي هي أسئلة الاختيار من متعدد عندك مكان عشان تحل فيه 50 اختيار أدي مثلاً السؤال الأول اللي أنت هتقراه في ورقة الأسئلة هتختار A ولا B ولا C ولا D طيب لو فرضنا جدلاً أن فيه امتحان تاني دكتور مثلاً جايب لك 25 سؤال بس اختيار من متعدد أنا هعمل إيه في العمود التاني ده اللي فيه 25 سؤال كمان مش هتعمل حاجة مش هتجي جنبهم خالص أما العمود التاني ده فده أسئلة true or false أسئلة صحة أو غلط عاملين لك هنا 50 سؤال صحة أو غلط فلو أنت هتختار الإجابة الصحيحة هتظل للدائرة اللي عليها علامة صحة لو هتختار الإجابة الغلط هتظل للدائرة اللي عليها علامة غلط طيب لو الدكتور في اللي امتحان مش جايب لي أسئلة صحة وغلط هعمل إيه يبقى أنت مش هتيجي ناحية السكشن ده نهائي وتتخطى ومالكش دعوة دي خالص كأنك ما شفتش حاجة نص الورق اللي تحت خالص هتلاقي السؤال التالت اللي هو الماتشنج سؤال التوصيل سؤال التوصيل 15 سؤال توصيل من 1 ل 15 هنا قدام السؤال الأول السؤال الأول مثلا أو أول نقطة في التوصيل هتختار لها من العمود الثاني إيه هتختار لها إيه ولا بي ولا سي ولا دي ولا إيه ولا 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 لغاية إن فطبعا أنت مش هتجيب ألم رصاص وتوصل هنا في الورقة ولكن كله بيعتمد على التظليل إن أنت هتيجي قدام الرقم اللي هو في العمود الأول وتشوف هتوصله برقم كام من العمود الثاني والرقم اللي أنت هتختاره هو اللي هتظلله هتنزل مثلا على رقم 2 هتشوف هتوصلها برقم كام من العمود الثاني وهتشوف رقمها كام وهتظلله مثلا الدكتور جايب لك 10 توصيل يبقى هتظلل لغاية رقم 10 والخمسة دول ما لكش دعوة بيهم خالص ما تجيش جنبهم الحاجة اللي ما فيش عليها سؤال ما تلمسهاش أما الناحية اليمين من الورقة الناحية اليمين من الورقة فدي فيها البيانات الأساسية بتاعتك طبعا اسمك معروف رقم الجلوس بتاعك بتعرفه في الامتحان وبتكتبه اللايحة بتاعتك انتو بالنسبة لمادة مدخل إلى الشعر اللي احنا عاملين عليها المراجعة دي دي ليحة جديدة كود المقرر ما لكش دعوة بيه كود الطالب اللي هو بيبقى مكتوب على الكرني بتاعك لو انت معك الكرني نقله هنا اسم المادة بتاعتنا مدخل إلى الشعر الشعبة لغات وترجمة حالة الطالب لو انت مستجد أول سنة تقيد فيها في سنة أولة هتكتب مستجد لو انت باقي للإعادة يعني عدت السنة أو يعني ليك مثلا فرصة واحدة من الخارج يعني انت بتشوف حالتك ايه وبتختار على حسب حالتك لو مش عارف حالتك ايه انتظر لما موظف من شؤون الطلبة يعدي وسأله انت حالتك ايه لو انت كنت عايد فنت مثلا سنة في مق � DR و سنة تانية و جاي وكده عشان ما تملا لش punish الفرقة الدراسية ستختار رقم واحد هل انت الفرقة الدراسية الاولى اللي هو سنة أولى هنختار الفصل الدراسي الفصل الدراسي الاول رقم النموذج ستشوف متجود 6 لو كان معك موضوب я هتظل رقم واحد لو كان معك موضوب هتظل الرقم اثنين الناس اللي هكون معاها مجول ثري هتختار رقم ثلاثة السنة الدراسية الفين اثنين وعشرين الفين تلاتة وعشرين التاريخ هتكتب تاريخ يوم الامتحان اللي انت فيه ده هنا الكود بتاعك اللي بيبقى مكتوب على الكارنيه هتكتبه هنا بالارقام وفي نفس الوقت هتظلله هنا رقم الجلوس هتكتبه هنا بالارقام وهتظلله هنا يعني لو رقم الجلوس بتاعك مثلا يعني فيه تمانية هنا هتنزل لغاية رقم تمانية وتظلل هنا تمانية بعد كده مثلا فيه خمسة هتيجي هنا عند خمسة وتظلل وهكذا لو مش عارفوا بأسأل الموظف او الدكتور اللي معاك فيه اللجنة نجي للحاجة المهمة اللي بعد كده important tips ملاحظات هامة وانت بتجاوب الاسئلة بتاعت multiple choice هتقابل بعض المصطلحات اللي ممكن تلخبطك او خليك مش عارف تختار اولا النصيحة الاولى اللي تبروزوها وتحطو تحتها 500 خط باللون الاحمر لا تتصرع في الاجابة عشان اللي امتحان تركي جدا لا تتصرع في الاجابة لان ممكن يكون فيه لكثير من الاسئلة اكتر من اجابة صحيحة فانت ما تتصرعشي واو لما تلاقي اجابة صحة تروح تظللها عشان طالما ظللت حاجة خلاص كده السؤال راح منك نقرأ الاختيارات اللي اربعة كويس جدا ونقرأ السؤال ونرجع نقرأ الاختيارات اللي اربعة كويس جدا هتقابلك كلمات زي دي في الاختيارات هتقابلك كلمة all previous all previous معناها جميع ما صبق جميع ما صبق دي معناها ايه؟ انا مثلا سألك سؤال معين ومديه لك اختيار رقم ايه وايه ده صح ومديه لك اختيار رقم بيه وبيه ده صح ومديه لك اختيار رقم سيه وسيه ده صح انت لو اخترت ايه او بيه او سيه هيبقى الاجابة بتاعتك غلط أمال تختار إيه؟ هتختار رقم دي اللي مكتوب فيها All Previous يعني جميع ما سبق صحيح جميع ما سبق صحيح فأنت هنا هتختار رقم دي اللي هي All Previous لو اخترت إيه بس أو بي بس أو سي بس إجابتك هتحتسب خطأ طيب نخلي بالنا برضو من كلمة Accept Accept معناها ما عدا ما عدا ساعات السؤال بيجي بالعكس بالعكس إزاي؟ إن أنا بدي لك إجابات خاطئة أو معلومات خاطئة عن شاعر أو عن درس أو عن جانرى نوع أدبي وأقول لك ما عدا كذا فأنت يعني أقول لك مثلا جميع المعلومات التالية صحيحة عن جيفرد شوصر ما عدا فأنت هنا هتدور على الإجابة الخاطئة هتدور على الإجابة الخاطئة يعني مثلا لو قلت لك جيفرد شوصر إنه هو كان شاعر في Late Middle Ages إنه هو Rights in English Language إنه هو كان Realistic Writer وإنه هو Road Sonnet فأنا هنا بقول لك إن جيفرد شوصر كان قول كذا كذا Accept كان كل ما يلي معادة هتبقى معادة إنه هو Road Sonnet يبقى أنت كده بتختار الإجابة الخطأ يبقى لما تلاقي كلمة Accept معادة هتختار الإجابة الخطأ مش الصحيحة طيب نخلي بالنا في الاختيارات إنه أحيانا بيكون مدي لك إجابة A إجابة B إجابة C وبعد كده الإجابة رقم D بتقول لك Both A and B أو مثلا B و C ده تخلي بالك ترجع تقرأ الإجابات دي كويس لأن معناها إنه ممكن اللي اتنين دول يكونوا هما اللي اتنين صح ولو هما اللي اتنين صحي يبقى أنت لازم تختار الإختيار دا لازم تختار الإختيار دا اللي هو Both A and B لو اخترت إيه الوحدها أو B الوحدها هتبقىها غلط نخلي بالنا برضو من الكلمات اللي موجودة في الاختيارات كلمة Nonof the Previous لا أحد مما سبق لا أحد مما سبق اللي هو يعني ولا إجابة من اللي تقالت صح خالص كل الإجابات غلط يبقى هختار Nonof the Previous اللي هو الجميع خطأ الجميع خطأ ودي طبعا أسئلة جاية لأنها لازم تقيس أنت كنت بتذاكر وانت فاهم ولا يعني كنت بتذاكر كده وخلاص فنخلي بالنا من الحاجات دي من الimportant tips برضو اللي انت تعرفها أن البيو جرافيز اللي هي قصة الحياة أو المعلومات عن حياة الشعراء المهمين جدا 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 عندنا في المنعك سير توماس ويت لازم نكون عارفين عنه أنه هو كان كورتلي ميكر ولازم نكون عارفين حكايته مع أن بولين وإدموند سبينسر لازم نكون عارفين حكايته مع لذا بس بويل وإيه أسماء الكتب اللي هو كتبها أسماء الكتب اللي هو كتبها من طبعا الشعراء اللي هم مهمين بس أنا مش كتبهم لأنه قريدي كان عليه محاضرة الوحدة جيفرد شوصر جيفرد شوصر كل سطر فيه مهم جيفرد شوصر كل سطر فيه مهم ونجمع المعلومات بتاعة اليوتيوب مع معلومات الكتاب طيب بالنسبة لمذاكرتي وأنا بذاكر القصائد أركز على إيه تركز على الفيجرز أوف سبيتش والميتر الفيجرز أوف سبيتش والميتر يعني تقعد تركز كل بيت في إيه متافور في إيه برسنيفكيشن في إيه بان في ريفرين والميتر بتاع القصيدة إيه ده تركز عليه جداً وطبعاً وأنت بتذاكر كده كده بتبقى عارف السيم بتاع القصيدة يعني إيه موضوع القصيدة هي بتحكي عن إيه بالنسبة لقصائد الصونت اللي هي الصونتة اللي هي قصيدة من 14 بيت ده لازم تكون حافظ الرايم سكيم بتاعتها أو على الأقل عارف نوعها إيه يعني هي من النوع اللي بينتهي بجي جي ولا إي إيه يعني وتكون يعني ده لازم تكون حافظ الرايم سكيم بتاعتها برضو من المعلومات المهمة أن أنت لازم تكون عارف تفرق في المنهج بين الإنترنال رايم والإند رايم الإند رايم اللي هي قفية نهاية البيت اللي هو زي اللي احنا كنا عملين نقوله فوق ده اللي هو النهايات بتاعة الأبيات نهاية الأبيات ببص على الصوت الأخير في نهاية كل بيت وبشوف لو البتين شبه بعض ببديهم نفس الرقم لو النهاية بتختلف بنزل على رقم مختلف هنا مثلا إيه إيه لكن هنا صوت مختلف هيبقى بيه هنا مثلا هيبقى سي وهكذا دي اسمها الإند رايم اللي هي قفية نهاية البيت في حاجة تانية اسمها الإنترنال رايم اللي هم لما بيكونوا كلمتين جوه البيت الواحد وعملين قفية مع بعض فيبقى اسمها إنترنال رايم قفية داخلية قفية داخلية لأنهم عملين تنغم موسيقي بس داخل البيت الواحد ودي موجودة عندنا في الكتاب فيه درس بعنوان القفية بعد درس الميتر على طول وعليها أمثلة من الكتاب زي بيت شهير اللي شاعر بيمضح في أخته بيقول سيستا ماي سيستا أسويت فليت سوالو شاعر بيشبه أخته إنها عاملة زي العصفور السريع الجميل فعندنا كلمة سويت وفليت هم اللي اتنين عاملين قفية مع بعض بس عشان جايين داخل نفس البيت فده اسمها internal rhyme يعني دي كده أهم الحاجات اللي أنا عايزة أقولها لكم عن المنهج لو فيه لسه أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها لي فيه كومنت تحت الفيديو مش هشوف واتسئة بالفترة دي خالص مش فاضية اكتب في كومنت تحت الفيديو السؤال عشان الإجابة كل زميلك في الدفعة يقروها ويشوفوها ويستفيدوا منها محدش يبعت أسئلة private عشان إحنا عايزين نستفيد كلنا ونفيد بعض لو حاجة أنا نسيت أتكلم عنها أو نسيت أذكرها أو فيه أي استفسار اكتب السؤال تحت الفيديو على طول عشان أقدر أجوبك وأرد عليك في أسرع وقت ممكن إن شاء الله وجود لكم إن شاء الله نجاح باهر للجميع وبتقدير كويس جدا بإذن الله وأراكم على خير في الامتحان